اهلا وسهلا المتتبعي قناة موروكا كوكينج اليوم غادي نشوفو حد الحلوة جد 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 سهلة واجد جد اقتصادية واجد جد جد بسيطة بحل جميع وصفات موروكا كوكينج تبعوا معي المراحل باش تحصو على هاد الصابلي هادا اللي كيكون طبقت صدقوني وكأنك كتف وقت اللي غادي توجدي فيكي كتوجدي هاد الصابلي هادا فوقت واجيز ولهاد الكيفية كنحتاجه مقادر بسيطة سهلة لوقت اللي كيكونوا دخلوا لك الضياف او في صباح للعيد او يعني في لوقت اللي كتكون عندك الوقت ضيق وبغيتي توجيش حاجة حلوة وبسيطة وسهلة وفي نفس الوقت تكون زوينة ما عليك الا بهاد المقادر هادا غادي نعطيك كنحتاج هاد زلافة هاتي تقريبا دي الكوكو احنا كنعرفوه المرأة المغربية ضروري ما تيكون عندها شوية 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 من كل شي عندكو حت شوية دي الكوكو هاكا محمر مزول له القشرة ماشي مئة في المئة ولكن بواحد القدر قريبا مهروش كما كتشوفو مش اشي تهرويش كيجينا بقي في ها قطع كنحتاج دقيق على حسب الخالط اه واحد شوية دي الموربا اه كس دي السنيدة وبيضة كس دي السيد وكان اخذ قشرة دي الليمون او دي الحامض انتم ممكن تشوفوا دي الليمون ارى دي جا حكيت منها واجت بها كيكا في صباح وكما تنوجدها دصاب لهذا اللي كما تلكم راه سهل وصدقوني كيجي رائع كنا ندير اه بيضة بيضة تكون شوية حجم متوسط مويمي لك انا عندكم البيض الصغير كتدير جوج بيضات انا عندي هنا الحجم شوية شوية وافئ ما نقولوش كبير ولكن اه بتوسط دي القبيصة دي الملح وكس دي السكر سانيدة وهو نفسه دك الكس باش غدين عبر الزيت الزيت المائدة الزيت اللي عندنا في المطبخ انا غدينخلط مزيان اذاك البيضة والسكر خلطهم مزيان هتك يقولوو على عادي الشكل هادا كما كتشوفو اغيب اه اضطر باليدوي وكنضيف لهم دك الكس دي الزيت هانتو مبحلة كتوجدو كيكا ساهل وبسيط مقادر يلو بسيطان رخلط دك الكس دي الزيت مزيان وكنحك ده بديك البرتقالة او اللا ليمونة او اللا حمضة اللي عندكم هانتو ما كتشوفو راني حكيت غير القشرة مكنوصلش للقشرة بيضا باش مدعطيناش المرورة وده بغدين بدا نضيف الدقيق شوية بشوية حتى كنحصل على عجين متماسك بيكونش قاسح بزاف ومايكونش تاني طب لاناني غدينسرحو في اللاطا اللا بغدين نزول دك الخلط باش غنحرك بيدي وخليكم معي حتى تشوفو اه العجينة مبسطة في اللاطا هانتو ما كتشوفو العجينة بعد ما جمعت عندي فعنا بسطة اه اسمحوا لي حتى ما وردش لكم شكل نهائدي اللاجي ولكن عندما خليت واحد شوية باش نورتلي لكم لانا عندي اه اه ادي خدمة بها ما كان قدرش باش نصور عندما انا سرحت العجينة ومن بعد مشيتها بالكاس باش تجيني مقدة ومساوية انتوا غادي نبدا نضيف دك المربا اه اه انا سيداتي عندي هاد المربا اللي هو جاري واحد شوية لكن عندك ديال القطع رامزيا تاوا ما قدرنا نستعمله انا ضفت هنا المشماش اه عفوا المربا ديال المشماش ممكن تضفي اي مربا عندك ممكن ديال الليمون غادي تمشى معاه لان اصلا حكينا فيه اه قشرة ديال البرتقال ممكن اه مربا ديال فريز اي مربا عندك واي مربا كتس تفضليها انا غادي نضيف او غادي نساوي دك الوجه ديال الحلوة كله عندي صدقين سيداتي كي عطوح الكيمية لابعسة بها وانتوا ما قدشوفو ره ها ساعة الليلة خصوصا لها كان عندنا اكاكاكو ومحمار ومحطوت وعندنا المربا فما تحتاج تشي حاجة احنا فقط نضيفو ديالبيضة ودك الكاس الزيت وكاس الزيت ما فيهاش الخمارة ما فيهاش حاجة ديال قبصة ديال الملحة ومن بعد كان جمع العجينة بالطحين وكأنني كان نصايب شي كي كاكا يلا دخلوا عندي الضياف ولا وكان وضع على الوجه ديالها دك الكوكو اللي عندي كي ما قلنا محمر مزولي لنه القشرة ومطحون اي مهروش ماشي مطحون ماشي مسحوق انتوا ما ممكن تشوفو الطرف ديال الكوكو وربا قتيبة ممكن تضيفي في البلاسة ديال الكوكو او الحاجة اللي انتي كتفضليها وممكن تضيفي اي مكسرات سواء اللوز او القرقاع ممكن تخلطي ما بين اللوز وكوكا وهذه الحاجة وكلا كتبقى مسألة اختيارية ومسألة ضوقية لكل سيدة وكل بيت والناس ديالوجين وكي يبغيروا انا غدي نخلع بحالك دا وغدي نحاول اني يغير بشوية انتكي لدي كوكو بشي شد لي فر مربا وغدي ندخلها الفران فران يكون عندي شاعل من تحت فقط يعني باش الطابلية فقط ملتحت حتى يجنب ديال عبدو كيتحمروا هذا كنشعل لي على الفق كننأكد على هذا المسألة يطابل تحت واللول هذا يطابل فوق لما كتبغيش وقت بزاف فقط يتحمروا عندنا جنيبات بلنا بدت تتحمر نعرفوها طابت ودبا سيداتي هانتو ما كتشوفوا الشكل ديالها بعد ما تحمرت انا غدي نقلبها بشوية بشوية بشають متكسرش لي هذا كل الشاريط اللي انا قطعت انتو ما قتشوفوا راتب انا عندي احتد ازلاقاع رanco طيبة يعني حمارس么 جيدce وكان اخد trong وحد السكن يكون شوية ماضي انتو ما ما خفت علي اتتر 그렇지 ويتترست انا مقطعها تJohnette ممكن انتع friendships بالشكل اللي بغيتي. انتما عندنا رابديت كنقطع. وهو الشكل نهائي دي ان انا قطعتها بعد الشكل ممكن تقطعها بالشكل اللي بغيتي با سواء بقواطع او فقط بالسيكين تقطعها هكا على شكل معين او على شكل مثلتات ايضا على شكل مربعات صدقوني كجي رائع وكجي مقرملو كجي فن معلية ان اقول لكم بصحة والراحة. ما تبخلوش عندنا باللايك دي لكم. ولي عجبكم الفيديو دي لنا بحال دي ما ما تبخلوش عندنا بتعليق تعليقكم اللي كي همونا وشكرا لكل المتتابع قناة مروكا نكوكينج. شكرا للناس اللي كي دعموني. شكرا للناس اللي كي دائما كتعجبون مواصفاتي الاقتصادية والبسيطة والسهلة. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم. قناة مروكا نكوكينج بس حاول راحة هاد الصابليز تقونك كيجير رائع كيوجد فوق تواجيز وسهل وبسيط واقتصادي. اشتركوا في القناة